اشتركوا في القناة اخر الغيث تسقيف اسعار النفط الروسي لخفض الاسعار على المستوى العالمي القمة التي احتفت بالانضمام المرتقب للسويدي وفنلندا تطرقت ايضا للامن الغذائي الذي تضرر بشكل كبير بسبب النقص في امدادات القمح والقادمة من روسيا واوكرانيا على حد سواء ما جعل عددا من الدول حول العالم تدق ناقص الخطأ الحديث بتفاصيل اكثر عن هذا الموضوع رحب باسمكم السيد لحسن اقرطيط الخبير والمحلل الاقتصادي والخبير في العلاقات الدولية اهلا ومرحبا بك مرحبا بك اذا قمة حلف الناتو كانت على قدر كبير من الاهمية لانها تأتي في سياق دولي هامل امن الاوروبي مهدد انا نتحدث عن امن امن وليس امن غذائي او طاقي او غير ذلك بالنظر الى حديث لا من رئيس الاوكرانيا او حتى من جمع من قيادة الاوروبي لتحدث عن تمدد روسي محتمل في حال نجاحها في اوكرانيا وايضا كان هناك تطرق الى الامن الطاقي والامن الغذائي وقرارها مهم جدا هو تسقيف اسعار البترول الروسية وفي نفس الوقت الدعم المتواصل والمسترسل لاوكرانيا ماديا وعسكريا كيف تابعت مخرجات هذه القمة فيما يتعلق بهذه القمة التي كما اشرت انها تأتي في ظل الحرب الروسية الاوكرانية هذه القمة هي استجابة لتحديات المطروحة الان وخصوصا المتعلقة الدول الغربية والتي مصرحها الان هي الامن الاوروبي تجيب في البداية الاشارة الى كون ان هذه الدول تحالف ناطو هذه الدول تأسست على قاعدة الدفاع المشترك وانعقاد خصوصية هذه القمة هو بالنظر لما تشكله الان بالنسبة لهذه الدول من تهديد للامن الاقليمي والامن الدولي حسب الصياغ التي جاءت على المستوى البيان الختمي لهذه الدول كان هناك تشديد على الدور التخريبي الذي تلعبه روسيا فيما يتعلق بالامن الاوروبي كان هناك كلمات واضحة تتحدث عن امكانية ان تذهب روسيا ابعد من اوكرانيا بمعنى ان تؤديد دول في حلف الناتو وكانت تصريحات زيلينسكي الشخصية صبت في هذه الاتجاة بانه يتوقع ان تهاجم روسيا دول اخرى على المستوى الاوروبي لكن ينبغي القول وتنبغي الاشارة الى مسألة مهمة جدا كون ان هذا اللقاء الذي جاء موازي للقاء مجموعات السبع هو تتويج لتحولة جيوسياسيا عرفتها العشرين سنة الاخيرة فيما يتعلق بموازين القوى على الصعيد العالمي فيما يتعلق ببروز الصين كقوة عظمى فيما يتعلق بعودة روسيا الى الساحة الدولية فيما يتعلق بروسيا وكانت الكلمات واضحة للبيان الختامي والاتصريحات ستولينبرغ الأمير العام لحلف الناتو فيما يتعلق بتعزيز روسيا للقوة العسكرية وتحديد لجيشها وكانت الإشارة واضحة إلى ضرورة تحديد الجيوش الغربية ونحن نعرف على أن فيما يتعلق بهذه التغيرات على المستوى الجيوسياسي كان أهمها هو العقيدة الجديدة لجيش الأمريكي والتي سطرت في عهد هيلاري كلينتون وفي عهد أوباما سواء فيما يتعلق بإعادة الانتشار أو فيما يتعلق بإعادة تموضع للسياسة الخارجية حيث أشار خطب أماما في بداية العشرية إلى كون أن نقطة الارتكاز لم تعود للشرق الأوسط نقطة الارتكاز أصبحت هي الشرق الأسيوي كذلك حين تحدثت هيلاري كلينتون عن الحقائق الدولية الجديدة وبالتالي كان هناك إعادة صياغة لعقيدة الجيش الأمريكي عنوانها البارز هو إعادة انتشار على المستوى الشرق الأقصى وعنوانها الثاني هو ما يمكن أن نسميه بالإمباورمنت لجيوش الحليفة ولذلك أعتقد هناك تحول مهم جدا في هذه القمة مرتبط أساسا بكون خلافا للإدارة السابقة لدونالد ترامب التي جعلت من الشعار The United States The First أمريكا أولا هذه القمة تريد من خلالها الولايات المتحدة طمأنة الدول الحليفة تريد من خلالها أن تعزز قوة الجيوش الأوروبية تريد من خلالها وهناك انتشارة للرئيس بايدن حين تحدث على كون أن النقطة الإيجابية التي في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب هو الطلب الدول حلف الناتو هو رفع الميزانية إلى جوج في المئة وكانت هذه إشارة مهمة جدا كذلك المشهد في مجمله يتعزز من خلال أربع أو خمس مناورات موازية للولايات المتحدة والشركة على المستوى الدولي الآن تنطلق مناورات جديدة ما يثمرين أوف دو باسيفيك تنطلق بقيادة الولايات المتحدة وتشمل أكثر من عشرين دولة وتطال حتى المدن الأمريكية ومنطقة هاواي ومنطقة البحر الصين والمحيط الهادي لذلك أعتقد أن هذه القمة تشكل تشكل مرحلة جديدة في الاصطفافات السياسية مرحلة جديدة في سياسة الدفاع المشترك الأمريكية نعم والقمة أسفرت عن قرار للأعضاء في الناتو عن نشر 300 ألف جندي منتصف العام المقبل وفي نفس الوقت وصل الناتو التوسع بانضمام كل من فلندا والسويد الحياد انتهى بالنسبة لهتين الدولتين واليوم روسيا تصنف الخطر الأول على دول العالم على الاتحاد الأوروبي على حلف الناتو هذه المتغيرات التي هي ستكون ميدانية عسكرية ولكنها جديد سياسية أيضا بانضمام مناطق جغرافية جديدة من عكساتها على موسكو كما قلت أن البيان الختامي أن القمة شددت على ما تشكله الروسيا الآن من تهديد مباشر كانت الصيغة واضحة هو أن روسيا هي تهديد مباشر هي تهديد وشيك ومباشر بمعنى أن الأجندة الروسية الآن هي تعتمد على استعادة كما أشرنا في حلقة سابقة تعتمد على استعادة مناطق النفوذ للاتحاد السوفيتي سابقا وهنا كذلك تجيب الإشارة إلى أن كما قلت على أن هذه القمة هي أخذ بعين الاعتبار هذه التحولات التي سبق وأن أشار إليها الأمريكيون ومراكز دراسات على المستوى الأمريكي والمتعلقة أساسا بكون أن هناك تحالف كبير ينشأ الآن بين روسيا وبين الصين بالعودة إلى كلام المهندس السياسة الخارجية الذي جاء بعد هينريسي كينسيجير هينري كينسيجير والذي كان هو كاتب الدولة في عهد كاردر الرئيس الأمريكي كاردر حينما تحدث بوضوح والكلمات لبريزينسكي وأعاد صياغتها الآن بوريس جونسون في المجموعة السبع حين قال بأن الحقائق حين تحدث على أن أخطر ما يمكن أن يواجه الغرب أن يواجه الولايات المتحدة هو إمكان التحالف الصيني الروسي بالإضافة إلى إمكان إضافة دولة إيران إلى هذا التحالف ومرت عشرين سنة على كتاب بريزينسكي وكانت هناك كانت هناك مناورات ثلاثية في بحر عمان وبحر والمحيط الهدي بين هذه المكونات الثلاث وبالعودة إلى كلام جونسون قبل ذلك إلا سمحتي ربما من كلام الذي تفضلت به نستنتج تسريع البحث عن حل ملف إيران النووي عبر مفاوضات ثنائية مباشرة في الدوحة وهو ما ترفضه إسرائيل جملة وتفصيلها؟ بالعودة إلى مداخلتك إلى بداية كلامك خلال هذه الحلقة حينما تحدثت عن دول معينة عن استراتيجية جديدة للولايات المتحدة في التعاطي مع دول معينة على المستوى العالمي ولحتم كيف كانت دعوة الرئيس الفرنسي ودعوات أخرى إلى إمكان الفتاح على فينزويل وعلى إيران بمعنى هناك براغماتية جديدة فرضتها هذه المتغيرات الدولية هذه المتغيرات الجيوسياسية كما هناك عودة لما يسمى لديو الكنتانمنت بمعنى محاولة محاولة كسر التحالف تحالفات التي تحاول الصين وروسيا إنجزها سواء عبر منظمة شانغاي أو عبر تحالفات مع دول إفريقيا التي انتقلت بمنطق الاقتصاد بمنطق المصلحة إلى التحالف مع الصين خصوصاً الدول الإفريقية النامية التي مكنتها الصين من التخلص من الدين الخارجي وبالتالي تمكنت من بناء وهنا كانت إشارات واضحة في البيان الختامي في البيان الختامي لقمة ناطو كذلك كانت إشارات واضحة جداً في كلمة الأمين العام حين تحدثت على أن الصين هي الآن في بيتنا على أن الصين هي الآن حولنا على أن الصين تتواجد عبر المواني وكانت إشارة واضحة لمسألة المواني ويقصد أيضا تواجدها اليوم كحليف وشريك لروسيا يعني اليوم هناك الطريق فيما يخص الغاز والنفط عبر منغوليا أصبحت واضحة تحدثوا أيضا عن الطريق والحزام هي مبادرة أيضا صينية أصبحت تقتحم من خلال الأسواق وبالعملة الصينية يعني باليوان فهناك أسليب منها دعم مبطن لبعض القوى روسيا إيران وغيرها ولكن حضور اقتصادي وازن في مجموعة من الرقع الجغرافية أكثر من ذلك وأنا قادم إلى قناتكم الفاضلة طلعت على مقال نشير بأنترست الجريدة صحيفة تولي اهتمام كبير للمسائل الأمنية كان هناك حديث واضح على أن الغرب الآن يرى في المواجهة مع موسكو مواجهة مع الصين بالنظر إلى كون أن الصين والإشارة كانت للأمين العام لحلف الناطو حين تحدث على أن الصين تجري مناورات مشتركة خلف دول حلف الناطو تحدث عن منطقة القطب الشمالي تحدث عن المناورات في قلب الجغرافية الأورو أطلسية تحدث عن المناورات المشتركة بين هذين البلدين على المستوى المحيط بل أكثر من ذلك وحسب هذه الصحيفة تقول على أن هناك إلى حد ما تنصيق بين روسيا وبين الصين الشعبية فيما يتعلق بقيادة هذه الحرب في شرق أوروبا خصوصا حين تحدثت بشكل واضح على أن معركة الروب الخلفها الصين من خلال إشارة مهمة جدا وهنا كانت صريحات لزعماء أوروبيين وزعماء غربيين حين تحدثوا على أن عودة الصين إلى إغلاق المدن تحت دريعة كورونا هو لضرب اقتصادية الغربية المرتبطة بشكل كبير بالمصانع الصينية وبالتالي حسب الصحيفة هناك هذا الصعود المفاجئ للروبل خلال هذه المرحلة وفي هذه الظروف يطرح هذا السؤال حول الدور الذي تلعبه الصين الآن فيما يسمى بدفع العملات الوطنية وخصوصا الروبل واليوان وهنا تبحث الصين وموسكو عن هدف وغاية سامية هي فك الارتباط بالدولار هذا كان منذ زمن بعيد مع بعض الحلفاء الموجودين في شرق آسيا أو في غيرها من الرقع الجغرافية قلنا الولايات المتحدة قائدة الناتو والدول أيضا في حلف شمال الأطلسي واصلت السياسة بعنصرين العقوبات الاقتصادية ولكن الإنزال العسكري والدعم العسكري لأوكرانيا وتقوية دول خاصة جمهوريات البحر الأسود المتواجدة على تخوم روسيا وأوكرانيا لكي تكون مستعدة لأي غزو محتمل أو حتى لسيناريوهات قد تكون أفضع مما يحدث اليوم في كييف مواصلة هذه الأمور عسكريا وثمانمائة مليون دولار تضاف إلى مليارين تضاف إلى مجموعة من المليارات الأخرى من الولايات المتحدة الأمريكية قدمت الأوكرانيا على شكل مساعدات عسكرية ووزر النسك الذي خطب في المؤتمرين تحدث عن عتاد عسكري نوعي على مستوى مواجهة الطائرات أو السلاح المدفعي إلى غير ذلك والصواريخ إلى أين يذهب بنا؟ هل يطيل أمد الأسماء أم يحد منها؟ هناك استراتيجية واضحة للولايات المتحدة ولحلف الناطو الآن هو منع روسيا من تحقيق الانتصار على المستوى أوكرانيا هناك الحديث الآن عن سيناريوهات هناك السيناريو الأول هو ظروف وشروط الذهب إلى حرب عالمية ثالثة بما يعني إمكانية التصادم مع روسيا في مناطق أخرى غير أوكرانيا كان هناك انفجار لأزمة كالينجراد بما تعنيه من حرب نووية هذا السيناريو يفترض ما يليه هو أنه باحتدام الصراع على الأرض يمكن أن تقع انقسامات جديدة واصطفافات جديدة فيما يتعلق بمسألة التحالفات بمعنى الدول المتواجدة على المستوى المنطقة الرمادية ستختار تحالف إلى جانب معين وهناك سيناريو تاني هو الذهاب إلى يلطى جديدة على الشكلة التفاقية التي تم توقعها بين الرئيس زروزفيلت ووينستون تشيرشيل وستالين فيما يتعلق بتقسيم وإعادة تقسيم النفوذ على المستوى الأوروبي لأن ينبغي القول على أن الأوروبا هي مصرح الصراع بين الدول الصاعدة الآن والجموعة السبع هو إشارة رمزية مهمة جدا نحن نتحدث عن سبع دول تشكل ما يمكن أن نسميه بالدول الرأسمالية التقليدية وبالمقابل نتحدث عن دول الرأسمالية جديدة هي الصين والولايات المتحدة والهند والدول البريكس كذلك ينبغي الإشارة إلى أن الاجتماعات التي كانت بشكل موازي لألمانيا ولحلف الناطو في مدريد كانت هناك اجتماعات لدول بحر قزوين كانت هناك اجتماعات لدول البريكس كانت هناك تحالف يبدو واضحا فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه الهند للهند فيما يتعلق بمساعدة روسيا عبر الاقتصاد لذلك أعتقد على أن الولايات المتحدة وحلف الناطو فيما يتعلق بالمواجهة مع روسيا هي مواجهة مفتوحة الآن لكن ينبغي الإشارة في نفس الان هو أنه خلف هذه المواجهة الواضحة وخلف هذا التسليع وخلف إقرار بأن المعركة هي معركة كسر عدم ينبغي كذلك القول على أن هناك مفاوضات سرية تجري بين الأطراف هذه مسألة واضحة لأن سيناريو الحرب العالمية الثالثة هو سيناريو كما أشرت هو سيناريو النووي وبالتالي التحديات فيما يتعلق بهذا الجانب هي تحديات كبيرة جدا وتأثيرها كبير جدا فيما يتعلق بنقطة مهمة جدا كذلك جاءت على المستوى البيان الختمي وتجيب الإشارة إليها هو في إطار هذا الصراع بين الدول الأطلسية بشكل عام والصين ينبغي القول على أن ما أربك وهنا العودة إلى الكلمات التي استعملها جونسون في مجموعات السبع حين قال بأن الصين هي حقيقة مهولة في حياتنا هذه الكلمات التي استعملها الصين حينما تحركت نحو المناطق الأخرى على المستوى العالم تحركت من نفذة الاقتصاد بالدرجة الأولى دخولها إلى إفريقيا كان عبر بوابة الاقتصاد فالصين التي تستثمر الآن عبر مشروع طريق واحد حزام واحد ومشروع طريق الحرير لم تستطع دول الأوروبية لم تستطع الولايات المتحدة على انفراد والدول الأوروبية على انفراد لم تستطع مواجهة هذه القوة المستثمرة الهائلة والإشارة إلى كون إلى 600 مليار دولار لاستثمارها على المستوى الإفريقي وعلى المستوى المناطق معينة في العالم هي إشارة واضحة لأن كان هناك حديث حين تم القول على أن الصين الآن متواجدة على المستوى أوروبا بكلمات الأمين العام لحلف الناطو هي متواجدة في بنياتنا التحتية وكانت إشارة إلى ميناء بيبروس اليوناني وهناك إشارة إلى ميناء إلى التفاقية التي تم توقيعها في عهد حكومة سالفيني بين إيطاليا والصين حين تحدث سالفيني قال بأن إيطاليا دوفيرس في رد على كلام دونالد لكي لا نطيل الحديث عن الصين وأن كانت مرتبطة بشكل وثيق مع روسيا في حلف أصبح تقليدي نوعا ما في السنوات الأخيرة لكسر تلك القطبية الأحادية التي تميزت فيها العلاقات الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في هذه النقطة 600 مليار هذا استثمار بعيد المدى 300 مليار يورو سيقدمها الاتحاد الأوروبي وتكفى الولايات المتحدة بما تبقى ودول أخرى ولكن اليوم هناك أمن طاقي مهدد في القارة الأوروبية وروسيا هي التي تتسبب في ذلك وترفض إلا البيع بالروبل الروسي وأمور كثيرة جدا من القيود التي تم فرضها بل قطعت الإمدادات عن مجموعة من الدول يوم الأمن الطاقي إلى أين؟ وهل يمكن بكلمات مطمئنة من جو بايدن أن يطمئن الأوروبي على فصل الشتاء القادم أو أن يطمئن على الكهرباء أو يطمئن على كل حاجاته الطاقية وهو يعلم بأن هناك شريك روسي يقدم أكثر من 60% في بعض الدول كألمانيا 50% في دول أخرى إلى غير ذلك لذلك كما قلت هو الكلمات لا يمكن أن تطمئن الأوروبيين ولنكن ما دمنا نتحدث بلغة الريال بوليتيك ينبغي القول على أن أوروبا المرتبطة هيكليا بنيويا بالنفط الروسي لا يمكن أن تتجاوز توريداتها من روسيا هناك تهديد هناك حديث وهذا كلام للمسؤولين الألمان للمسؤولين الفرنسيين هناك حديث على إمكان دخول الاقتصاد العالمي في ركود وخصوصا الاقتصاد الأوروبي المرتبط بالطاقة الروسية هناك أكثر سيناريو أسوأ يتحدث ماذا لو لجأت روسيا هي إلى معاقبة الاتحاد الأوروبي وقطع النفط عن أوروبا وهذا السيناريو أسود بالنسبة للاقتصادات الأوروبية هو إمكان أن تتجه روسيا من خلال خطوة داغطة في إطارها هذه معركة تكسر العدم هذه لأن بكل صراحة ما لا نعرفه الآن هو المعطيات المرتبطة بالمفاوضات الغير المعلنة وبصريح العبارة من يمتلكون أفاق هذه المعركة على مستوى الأرض الأوكرانية يمتلكها الرؤساء الأوروبيون يمتلكها من هم مشاركون الآن في مفاوضات مع روسيا لأن خلف الحرب وخلف احتدام الصراع والتصعيد على مستوى الخطاب هناك دائما مفاوضات لذلك هذا السيناريو الثاني المتعلق بإمكان لجوء روسيا إلى قطع النفط نهائيا عن أوروبا هو السيناريو مزعج وفي حقيقة الأمر لا يمكن أن نتحدث على أن الولايات المتحدة بإمكانها أن تعود الغاز والنفط الروسي على اعتبار أنها لجأت ولأول مرة في تاريخها إلى استخراج من الاحتياط الروسي نسبة كبيرة جدا ولا أعتقد على أن بإمكانها العودة من جديد إلى الاحتياط إلى احتياطها الداخلي الاحتياط الاستراتيجي الأمريكي لاستعماله من أجل تخفيض الضغط على الدول الأوروبية وأيضا خفض الأسعار وهنا لذا نقول بأن هذه القمة في مدريد اتخذت قرارا بتسقيف سعر البترول الروسي وأيضا أكد جو بايدن في الندوة الصحفية التي تلت الاختتام أشغال هذه القمة بأنه متجه للشرق الأوسط وزيارة محتملة ومؤكدة ليس غير محتملة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية للضفة الغربية وزيارة أخرى للمملكة العربية السعودية والكل تابع ذلك الفيديو الذي جاء فيه ماكرون باتجاه بايدن وتحدث ولكنه لم يفهم أنا تابعت حلقة على السي أن أن تحدثوا بأن الاحتياطي أو القدرة أو الطاقة الإنتاجية للمملكة العربية السعودية قد تصل إلى 12 مليون برميل الإمارات زيادة عن الرقم المسجل الحاليين قد تصل إلى 600 ألف إلى مليون مليون ونصف برميل من الأرقام غير حقيقية الحديث عن 150 ألف برميل هل تتوقع بأن تكون هناك انتعاشة في الأسواق الطاقية العالمية بعد الزيارة المرتقة بالمملكة العربية السعودية وهناك ملفات شائكة صحيح ولكن الملف الأساسي سيكون هو زيادة في الإنتاج ولن يكون النقاش فقط أمريكي سعودي ولكن هناك الإمارات هناك دول الخليجة الثلاثة قمة منتظرة فيها مواضيع أمنية ولكن فيها أيضا مواضيع لها علاقة بالطاقة أعتقد فيما يتعلق بالدول العربية ومن خلال موقفها الذي كان واضحا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وإلى حدود الآن وبالعودة كما أشرت إلى اللقاء إلى اللقاء ماكرون واتجوبا أيضا الحديث على إمكانية إيجاد إيجاد بدائل للنفط الروسي كان الحديث على أن دولة عربية كان جوابها لا ليس بإمكانها أقصى 150 ألف 150 ألف 150 ألف أنا أقول بالنظر إلى تواجد الآن روسيا في قلب الجغرافية السياسية للشرق الأوسط بالنظر إلى الاتفاقات القوية كذلك التي أصبحت تجمع دول عربية دول مجلس تعاون الخليجي الخليجي بالصين بالنظر إلى كون أن هاتين الدولتين أصبحت في المعادلة الشرق أوسطية بقوة لا أعتقد على أن هذه الدول التي هي أعضاء على المستوى الأوبب إلى جانب روسيا لا أعتقد على أن هذه الدول ستدخل في استضام مفتوح ومباشر مع روسيا هناك تفهم ولكنها لا يمكن أن تستغني عن حليف استراتيجي سوى الولايات المتحدة وعن مملكة بريطانيا وعن الاتحاد الأوروبي أتفهم معك هذه الدول المرتبطة ببريطانيا وبالولايات المتحدة من اتفاق كوينسي 1947 منذ عقيدة كرار كارتر 1977 إلى حدود الآن أعرف على أن هذه الدول هي دول مرتبطة هي دول حليفة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لكن هناك ضغوط أمنية وضغوط عسكرية المتمثلة في الحرب اليمن المتمثلة في التهديد النووي الإيراني المتمثلة في السلم والأمن على المستوى المتقا وهذا ما يجعلها ملفات تناقش مع الإدارة الأمريكية وقد تكون مكاسب خليجية عربية في هذا الإدار لأنه الاختلال في توازنات القوة دائما ما يلعب لمصلحتك كأن كنت طرف مرغوب به من أطراف متعددة وهذا ما يحدث اليوم مع دول الخليج ودول الشرق الأوسط التي ستجتمع مع جو بايدن في الأيام القليلة المقبلة هناك فريات شكرا جزيلا لك سيحسن قرطية الخبير في العلاقات الدولية شكرا موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة لكم أجمل تحية وإلى اللقاء